طيب وانت في الناشئين وبعدين طلعت عشرين سنة لحد ما وصلت الفريق الاول كان عندك السبب بتاعت القيادة كابتن فريق انت شاف ايه المواصفات تاعت كابتن فريق انه يبقى موجود ويقدر يسيطر على كل زمانه مش بالاوامر طبعا لا طبعا لو بالاوامر مش هتنجح بالزبط كده لو اوامر مش هتنجح هو لازم يحترمك ويخاف منك ايه المعايير بتاعته معايير ان لازم يبقى فيه اولا فيه ثقة بين الاطراف كلها يعني انا كابتن فريق لازم الفريق تصق فيه هل المدير الفني هو اللي بيشوف الكلام ده كله ده المدير الفني هو اللي بينامي وبيزقك انت كابتن فريق هل كان فيه حد اكبر منك سنا ولا انت طبعا انا في المنصورة كان عندي 18 سنة وانا كابتن فريق وفي ناس 30 سنة 30 سنة اه وكان كابتن حسن مجاهد اه سببورت في ضهر انما شاف حتة القيادة فيك فالك انت كابتن التين هي بالقدمية فالقدمية وقتها كابتن حسن هو يعني هو هو الوفر ظاهري صراحا هو كان بيعزني جدا وانا بحبه جدا ومشور شخصي انا مكنش بتعمل مع حسن مجاهد انه هو مدرد كنتم بتعمل ربنا يرحمي ورب يعني كابتن حسين لعبت اول مباراة لعبت اول مطش وعملت مطش كويس اوي نتيل كانت ايه اتعدلنا مكنت عامل مطش يعني بهدوق مكنتش قلقان فكملت بقى في الدرقة امتى بقى فيه اسم رضا شحاتة بالناس بتردده في المنصورة انتعرف المنصورة كلها بلد صغيرة فبالتالي اي نجم من النجوم بيبان طبعا بدأنا مباراة ايه ولا امتى يعني مش مباراة محددة كان فيه وقت ملاوات كان موجود راس حربة ايمن محب ووليد صلاح واشرف ممدوح كابتال اشرف ممدوح كبير فتلاتة انا مش هلعب وانا كنت بالعب راس حربة اساسا في البداية والتلاتة بلعب في نفس المكان فكابتال حسن مجاهد قال لي تقدر تلعب في نص الملعب قلت له قدر انت عاوز تلعب اه انا اقدر انا بشوف ان التلت الامامي ده انا اقدر اعمل في اي حاجة بس عايز احط رجلي لعبت الموسم اللي بعده بقى بدأت اشارك بشكل اساسي فبدأت تلعب في نص الملعب ليا التلاتة كن ملعب خمسة في نص الملعب ثلاتة خمسة اتنين وتكمل على طرف دي بقى لا بكامل هو كان حكابتال حسن مجاهد برضو يقول لي ما تنزلش ما تدفعش مش عايزك تدفع عايزك توقف في نص الملعب بس وتعمل لي الشغل اللي قدر مش عايزي بقى مجهود عليك تنزل تدفع و تعالي ما عايزك تكامل لقدام دايما الحتة لقدام ودي فرقة معاك تر جدا في الوقت ده طيب انت لعبت كم سنة درجة أولى 3 في المنصورة 3 في أهلي 3 في أمبي لا ما انا عالس ما انا بقولك في المنصورة 3 3 وأنت في المنصورة حسيت ان اسمك بدأ يكبر سنة سنة أنا اسم كبر في المبارات الأهلي والمنصورة وحد واحد في المنصورة لأول لقاء ليا يبدأ بقى الناس تأخد بلا المبارات دي كان مين المدير الفنت لقالي الجزين مستر تسوبر لعبت انت المبارات دي بقابت ديتها وعملت دربة جزائي أنا اللي عملت دربة جزائي لجدت الهدف للمنصور بسجلتها؟ أه لا أعطيها صابر هو اللي شاطع بس أنا اللي سببت فيها